حقوقي ايه كزوجة شوفي لك كل الحقوق لسبب ان الاسلام ما شرع الزواج جعلهم لاثنين شركاء في الحياة وقال لنا كده ومن آياته انخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فلما يقول هنا في الأول من آياتي يعني من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى انه خلق لنا أزواج وزوجات وأزواج اللي تسكنوا تسكنوا السكن هو ايه السكن بنسميه مكان خاص الوضع خاص يعني احنا بروح البيت بقلع وقعد براحتي لبس بجامة لبس شرطة لبس جلبية لبس بمطلون وست كذلك فمعناها سكن يعني مكان الراح مكان الطمأنينة مكان اللي يستقل تسكنوا ليه يعني تستريحوا معها أقصر راح النفسية والقلبية والوجدانية والحمية وهي كذلك تستريحوا مع زوجها أقصر راح النفسية والقلبية والوجدانية الاتنين بيبقوا الصندوق ليسود لبعض مزبوط بتسموها كده ايه شريكة حياته وشريكة عمره بتسموها كده يعني شاركه سراءه وضراءه النساء شقائق الرجال نعم النساء شقائق الرجال ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النساء شقائق رجال منما هنا لما يبقى في الزواج يبقى احنا دخلنا في موضوع آخر وموضوع أنه حياة هانئة هادئة مستقرة ما يبقاش فيها منغصات ما يبقاش فيها مشاكل والحياة لا تخلق مشاكل إنما ممكن هم بحصفتهم بزكاءهم يتغلبوا على هذه المشاكل جميعا ليه لأنه كل منهم بيحب الآخر بيعشق الآخر بيميل إلى الآخر فيه سعادة فيه هارموني زي أبقى بتقوله بين الاثنين مع بعض في حب قلبي بيربط بينهم بيع فيه التجاوز ما حدش ماسك لحد كلمة مدينها تفرق لا الدنيا هادئة والجميلة وعظيمة لأنه الاثنين مستراحي اللي بحدك والحياة لابد أن تكونها كان وأنا بقول للشباب والشابات لما يجوا يتجاوزوا أنتم قادران على إدارة حياتكم فلا تسمح لطرف سالس أن يدخل حياتكم طرف سالس الدخل هيفسد الدنيا كلنا وإنما تظل حياتهم سعيدة لما يبقى هما للتنين وهل كلام حضرتك ينطبق على الحمى على كل الناس على كل الناس الزوج والزوجة قادران على أنهم يديروا حياتهم ولما كنوش قادرين يبقوا ما تجاوزوش لما قادران يبقى لازم يتزوجه يتزوجه ويبقى محدش الدخل إحنا مشكلتنا نحله نقدر عليه نستطيع أن إحنا نقوم به نستطيع أن نواجه كل مشاكل الحياة لأن إحنا وجهنا قبل ما نخش مع بعض فهي القضية قضية أنه لا يسمح لطرف مطلقا أن يدخل في مشاكل إذا دخل بإصلاح أهلا به ومرحبا إنما إذا دخل بغير ذلك يبقى لا مجال له عندنا على الإطلاق